الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهال انخفضت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي الأربعة مسجلة أدنى مستوى لها منذ جنبري الماضي واجرى تداول العقود الآجلة لخام برينت القياسي العالمي فوق 79 دولارا للبرميل في ظل التحذيرات الاقتصادية من البنوك الأمريكية الكبرى بخصوص توقعات الطلب حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما دون 74 دولارا للبرميل بعد أن هبطت العقود الآجلة بنحو 9% خلال الجلسات الثلاث السابقة رغم التفاؤل المحيط بتحرك الصين لتخفيف قيود كوفيد 19 يرتقب أن تشهد القمة السعودية الصينية إبرام اتفاقيات أو اتفاقات مبدئية بأكثر من 29 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الصيني شيجي بينغ إلى الرياض اليوم الأربعاء وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن البلدين يليان اهتماما بالتكامل بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية 2030 السعودية وتطوير التعاون البيني في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والبنية التحتية والطاقة وتعد الصين الشركة التجارية الأول لسعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة مع تجاوز المبادلات التجارية حجم 83 مليار دولار في 2021 حقق حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين رقما قياسيا إذ بلغت المبادلات بينهما 172 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي وأظهرت أرقام مصلحة الجمارك العامة الصينية الأربعاء نمو حجم التجارة بين روسيا والصين بأكثر من 32% خلال الأشهر الأحدى الأحد عشر الأولى من السنة الجارية بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفارض وصدرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 67 مليار دولار في حين زادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 47% لتفوق 107 مليار دولار تراجعت صادرات الصين ووارداتها في نوفمبر الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية 2020 في ظل القيود الصحية التي أثرت على الاقتصاد وانخفضت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8.7% خلال عام واحد ما يمثل أكبر انخفاض منذ بداية جائحة كورونا في فيبري 2020 في حين انخفضت الواردات بأكثر من 10% على أساس سنوي في أكبر تراجع منذ ماي 2020 تترقب أستراليا وهي واحدة من أكبر مصدر القمح في العالم تحقيق محصول قياسي الموسم الجاري رغم شح الأمطار في الولايات الشرقية وتوقع المكتب الأسترالي لاقتصاديات الزراعة والموارد أن يجمع المزارعون أكثر من 36 مليون ونصف مليون طن من القمح ما يمثل قفزة بأكثر من 14% عن تقديراته في سبتمبر الماضي مدفوعة بأمطار الربيع التي ساعدت مناطق غرب وجنوب أستراليا وساعد إنتاج مزيد من القمح في أستراليا والإمدادات الروسية الوفيرة وتجديد الاتفاق لعبور الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود في دفع العقود الآجلة القياسية في شيكاغو إلى أدنى مستوى لها منذ شهر أكتوبر من العام الماضي ختم الموعد الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة